بسم الله الرحمن الرحيم بداية سوف نتعرف على تطور علم الجغرافية عند القدمة كيف تطور علم الجغرافية عند القدمة بدأ الدارسون والفلاسفة يفكرون في العالم وينظرون إليه من خلال وجهات نظر مختلفة منذ القدم وكان بمصر والعراق جغرافيون كما كان منهم كثير في فارس والصين إذن كان الجغرافي متواجدون في مصر وفي العراق وأيضا في فارس والصين غير أن الإغريق كانوا أول من اعتنا بوصف العالم فعندما أدرك الإغريق أن شكل الأرض كراوي بيضاوي عد ذلك إنجازا ضخما في حد ذاته أن يكتشفون أن الأرض كراوية بيضاوية إلى جانب الإنجازات الأخرى لهم عندما أدركوا ما بين موقع الشمس والطقس من ترابطه وما بين المناخ ومكان الشمس في الأفق من علاقات ومع إنه كان بالعالم الإسلامي في العصور الوسطى نوع من الجغرافية المتقدمة حيث أتسعت المعارف الجغرافية فقد طرحت أوروبا معلومات الإغريق جنبا في العصور الوسطى إذن طرحت كل المعلومات التي حصل عليها الإغريق في الجغرافية طبعا لأن أنظار الناس كانت توجهها الكنيسة وتقمع الابتكار والبحث العلمي وذلك تختلف أوروبا في مجال المعرفة الجغرافية حتى أوائل القرن الخامس عشر ميلادي ووسط هذا العزوف الأوروبي عن المعارف الجغرافية سيطرت الأساطير والخرافات على أذهان الناس والأسيمة ما يستند منها إلى أصل من خبرة تجريبية فالذين سافروا على طول ساحل إفريقي الغربي قد كان ذلك أمرا ميسورا لحركة التجارة بين الشمال والجنوب ولوجود التيار البحري المساعد على ذلك فقد أدركوا أن أرض المغرب الخضراء لا تستمر بل تخف الخضراء قليلا قليلا حتى تستحيل صحراء جردة ثم تزداد الحرارة تدريجيا إلى درجة أن الناس ظنوا أنهم سيهلكون إن استمروا في سفرهم نحو الجنوب لشدة الحرارة هناك ورصخ ذلك في أذهانهم ما لاحظوا في اتجاه الرياح والتيارات نحو الجنوب وهكذا كانت جزر الكناري في نظرهم هي الحد الجنوبي الذي يستطيع الإنسان الوصول إليه حققت أوروبا أيضا إنجاز العظيم في مستهل القرن الخامس عشر ميلادي على يد العالم هينري الملاح إذن على يد العالم هينري الملاح ومدرسته في الملاحة التي كان من شأنها أن تفتح أبواب العالم فامتدت آفاق الملاحة وجمعت المعلومات الملاحية عنها إذن هنا أمامنا خريطة للساحل الغربي من إفريقيا الساحل الغربي من إفريقيا كما توضح لنا مفتح الخريطة المناطق الغابات اللي باللون الأخضر والأراضي القاحلة باللون البيج أو اللون الأصفر طبعا هنا أيضا حدد لي جزر الكناري الجغرافيا الآن سنتعرف على الجغرافيا في العصور الكشوف الجغرافية في عصر الكشوف الجغرافية اقتحم العالم كولومبوس البحر الكاريبي وقد وصل إلى العالم الجديد عام 1492 ميلادي ولكن هذا لم يكن الشيء المهم فالتاريخ المهم حقا هو عام 1493 ميلادي عندما عاد ليخبر الناس عن العالم الجديد لقد وصلت على الأرجح مئات السفن إلى العالم الجديد من العالم القديم قبل هذا التاريخ ولم يكن المهم مصولها بل عودتها دخل البرتغاليون المحيط الهندي تحت قيادة فاسكو دي جامع طبعا كل هذا أولئي العلماء تعرفنا عليهم في أولى ثانوي في دراسة الكشوف الجغرافية كما تعلمنا سابقا هؤلاء العلماء الذين اكتشفوا اللي هو رأس الرجاء الصالح واكتشفوا الطرق المؤدية إلى الوصول إلى العالم كامل عبروا زي ما قلنا رأس الرجاء الصالح وأبحروا إلى البرازيل والهند وبعد هذا لم يبقى مجال التخمين عن سائر البقاع في العالم وتأكدت للناس كروية الأرض وفي العالم الجديد اكتشفوا أمران إذن اكتشفوا في العالم الجديد أمران أولهما أن شكل العالم ومحيطاته والثاني هو معرفة مجتمعات لم تكن معروفة أبدا ومعرفة شعوب لها تاريخ عريقة كغيرها من الشعور الأوروبية الأخرى ولكنها مقطعة الصلة بها ولها قيمتها وتقاليدها ولغاتها وأساليبها الفنية كذلك إذن تعرفوا في العالم الجديد على شكل العالم ومحيطاته ومعرفة مجتمعات لم تكن معروفة أبدا يبدأ في عام 1500 ميلادي صار الجورافية قيمة ازدادت العناية بها فالمعرفة بأماكن الحصول على الموارد وتضمن التفوق والسبق إذن تعرفوا على موقع هذه الموارد وهكذا صارت الخرائط والتقارير من الوثائق المهمة جدا وحاول الأسبان وبرتغال كما حاول الفينيقيو من قبل أن يحتفظوا بسر هذه المعلومات وظلوا يرسلون الحملات دون انقطاع الاكتشاف امبراطوريات أخرى تموج بالثروات والذهب ومع أن نحلت نهاية القرن الثامن عشر ميلادي حتى كانت أجزاء العالم قد عرفت على وجه الدقة ما عدا المناطق الداخلية لبعض القارات لسيمها أفريقيا والأجزاء الداخلية مجموعة بلجة العربية وبخاصة الربع الخالي أما الخطوط الساحلية فقد رسمت كلها تقريبا كما توافرت فيها بعض المعلومات الجغرافية الحديثة عن الشعوب الأخرى الآن سوف ننتقل إلى ما يسمى بعلم الجغرافية الحديثة علم الجغرافية الحديثة طبعا في منتصف القرن التاسع عشر ميلادي التاسع عشر ميلادي انتقلت الجغرافية إلى مرحلة جديدة هدفها ماذا هدفها بل ورات الأفكار الجغرافية في شكل نظريات علمية استنادا إلى الحجم الهائل من المعلومات الجغرافية التي حصل عليها فأدى هذا إلى بدء مرحلة الجغرافية الحديثة ويمكن تتبع خطى علم الجغرافي الحديثة عبر تطور اسلوبين متميزين في القرن التاسع عشر لتفسي العلاقات بين الإنسان والبيئة التي يعيش فيها وهو اسلوب الحتمية البيئية وأسلوب النظرية الإمكانية بالنسبة للسلوب الحتمية النظرية البيئية عفوا الحتمية البيئية فهي نظرة جغرافية فلسفية تؤمن بسيادة البيئة الطبيعية وعناصرها وتحكمها في الظواهر البشرية فتفسر مختلف الظواهر البشرية وتعزز وتعزو ببياناتها الاختلافات في البيئات الطبيعية التي يقتنها البشر ونقيض هذه هي النظرة الإمكانية يعني عكس هذا الأسلوب والنظرية الإمكانية بالنسبة لأسلوب النظرية الإمكانية تطورت مدرسة فكرية أخرى في القرن التاسع عشر فالجغرافية البشرية لا سيمة في فرنسا وهي ترى أن أجده وسيلة تطور علم جغرافية ليست هي البحث عن قوانين عامة بل دراسة الأقاليم الدراسة دقيقة ويقرر أصحاب هذه المدرسة أن كثير من النظريات التي تدعو الحتمية البيئية نظريات جذابة ولكن ما من نظرية بسيطة تفسيرها تفسيرا تاما العلاقة بين البيئة والمجتمعات البشرية فشؤون البشر وسلوكياتهم ليست بسيطة بل معقدة وعندما ندرس أي موقف عالمي أو حدد تاريخي دراسة دقيقة فإن تفسيرها يعتمد على العام الواحد ليس كافيا لذلك جاء الجغرافيين الفرنسيون في القرن التاسع عشر بنظرية الإمكانيات نقيضة للحتمية البيئية فالإمكانية نظرها جغرافية فلسفية تؤمن بحرية البشر في الاختيارات ولكن الحتمية البيئية فقط بسيادة البيئة الطبيعية والإنسان هو الحكم في اختيار ما يلائمه منها كما أن له قوة إيجابية فعالة في تعديل البيئة وتهيئتها لمطالبة إن طالبة أو تغيرها وفقا لما يلائمه وفقا لما يلائم البشر إذن أسلوب النظرات الإمكانية تعلق بالبشر والحتمية البيئية التي هي البيئة الطبيعية أيضا زي ما قلنا في النظرية الإمكانية يستطيع الإنسان أن يغير في هذه أن يعدل في البيئة على حسب تهيئته لمطالبها وتغيرها وفقا لما يلائمه كان هذا محتوى درسنا لهذا اليوم بمشأة الله سوف نتعرف على بقية الدراسة الوحدة في الدرس القادم شكرا لكم